مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بيعيون العربية الفيديو مات اليوم هو عن تفعيل وإلغاء الحفظ التلقائي في الانستغرام قبل ما أبدأ شرح الطريقة لا تنسوا تدعموا قناة بلين بيعيون العربية باشتراك لايك وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شديد من عندي الجديد على قناة قناتي اسمها بلين بيعيون العربية مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل آيفون وإيجاد حلول هذه المشاكل في البداية راح ندخل على الانستغرام وأشرح لكم كيف راح نلغي ونفعل الحفظ التلقائي في الريلز حتى ألغي وأفعل الحفظ التلقائي في الريلز راح أدخل على الانستغرام وهذا حسابي dr.gled.23535 بعد راح أدخل على علامة الموجب وهنا أروح على الريلز نعم مثل ما تشاهد وانظهرت عندي الإعدادات أدخل عليها راح أشاهد هنا الريلز أدخل علي الريلز راح يظهر عندي هذا الخيار هذا الخيار إذا فعلت راح ينحفظ أوتوماتيكيا في الستوديو ولوقف النام راح ينحفظ في الستوديو الآن راح أروح أدخل على أرسل فيديو وتشاهدون كيف راح ما ينحفظ تلقائيا في الستوديو أخذ هذا الفيديو مرحبا أمين راح الآن أيضا نكبس على نيكست وراح نروح على هنا مثل ما تشاهدون راح الريلز يبدأ يتحمل راح يظهر عندي بالأعلى تقدر أيضا أضيف بعض الأيكونات لكن علامة اليوتيوب أو الرابط اليوتيوب ما نقدر نخلي هنا بالريلز فالآن أيضا نكبس على نيكست ونيكست والآن راح يتحمل لكن ما راح ينخزن في الستوديو أروح على الستوديو ما تخزن هنا فلو فعلنا كان راح يتخزن أتمنى بنهاية الفيديو استفاديته لا تنسوا ندعم قناتي بلين بعيون عربية باشتراك و لايك وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شديد من عندي مع تحياتي من بلين أغاصمة ألمانيا مع السلام أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل أن يحاضر شكرا لكم مع ألف سلام